سلطان المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء عن اللي هو غرفة العمليات المركزية النهاردة ان شاء الله ماذا ايوة معالي السفير كان في خبر النهاردة ان معالي رئيس الوزراء كان اجتمع بخصوص غرفة العمليات في الحكومة عشان التقص بالطبع اولا هو خاصة الاجتماعين في هذا الموضوع كان مظهر اليوم والتاني لسه منتهي من دقائق قليلة وكان هدف منه انه تعرف على الوضع بالنسبة للطقس في مختلف المحافظات وكان فيه اتصال مع المحافظين مع المحافظين سواء في السعيد او في سايدة اماكن كان يعني طبعا فيه تقريب حالة المحافظات يمكن بعد المحافظات زي اللقصر او او اسوان وكده بعض الطرق اه تم غرقها نظرا لسوق الحالة الجوية اه بعض المحافظات التانية كان فيها اه يعني مطر اقل وحالة اقل زي المسلا السويس او كده لكن احنا طبعا بنتوقع انه افك التعرير اللي كانت وردة انه ممكن الحالة تسوق اه في اي اي وقت وبالتاني يجب ان يكون هناك عدد من احترتيات اه لمواجهة اه هذا الموضوع وكان التواصل مع المحافظين اه يعني عدة اسباب واحد طبعا انت عارف عن حالة التعفت وين ازا كان فيه مشاكل ممكن اه تطلب الامر هتدخل لحلها ثلاثة دائما التوصيق بين المختلف المحافظات لانه احيانا مثلا زي محافظات اللقصر واسوار لما يتنى مغالقة طريق لازم يكون فيه التوصيق بين المحافظتين اه فيه معادية معينة معالي شفير هل هل فيه مراجعة لجميع اعمال البنية التحتية في جميع المدن الجديدة وحتى المحافظات لانه خلال الفترات اللي فاتت اه في 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 الصور سابقة كان فيه شبهات فساد موجودة وكان الناس ممكن اه وده حصل قبل كده في الكهيرة الجديدة لما تم تحويل بعض المسؤولين في النيابة العامة نتيجة خطوط المياه اللي كانت تجير والتنفيذ للبنية خلينا بس نقول حاجة انه فيما اتعلق ازا كان فيه شبهات فساد او عدم فساد فانا احد بقول انه بتتنفي الموضوع ده اولا الجولة لا تتذكر على اي فساد او تقصير ده واحد ثانيا اه ما حدث اه هو محل التحقيق الان ولا يمكن الكلام عنه الا لما تظهر ان تيجي التحقيق وما تيجي التحقيق ايه اللي حتقول ازا كان اه كان ايه سابق مشكلة تحقيق خلينا نتكلم على الاستعادات اللي تتم او جالي تجهزة لمواكهة السيول المحتارة اه طبعا كان فيه عدة توجيهات على مدار اليومين الماضيين واليوم اه فيما يتعلق بالاستعادة واحد اولا لازم يكون فيه اه فرق طوارئ اه غاز وقهرابة ومياه في كل المحافظات طبعا فرق طوارئ في مجالات مختلفة تكون متواجدة من ان يكون فيه مراجعة على كل اه يعني شبكة الصرف الخاصة بالطرق الخريصية فيه طرق كبيرة اه دي لازم يكون فيه مراجعة لها بالنحية الصرف اه ثلاثة ان يكون فيه اه مصادر اه اكثر من مصدر لتغذية القارباء بالنسبة لمحطات الرافع محطات الصرف اربعة ان يكون فيه نوع من التدريب وان يكون فيه القرف طوارئ اكل ويمية بحيث ان المحافظات ممكن تستعين اه من خلالها دي قرف بالنسبة